مرحبا بك أنس مرحبا بك حسام أهلا وسهلا بكم ومشاهديني الكرام أنس هل من توضيحات أكثر حول هذه الحدث الطائرة الجزائرية اليوم؟ نعم حسام فمصادره عن ميديان تيفي أكدت أن الطائرة الإسبانية التابعة للخطوط الجوية الجزائرية التي اختفت في وقت سابق اليوم الخميس قد تحطمت في منطقة أمجليس على بعد 110 كم شمال شرقي كدال بمالي وقالت وكارث الأنباء الجزائرية أن السلطات فقدت الاتصال بالطائرة في رحلتها اي اتش خمسين سبعة عشر بعد مرور ساعة على إقلاعها من بوركينفاسو لكن مسؤولين آخرين أعطوا روايات مختلفة عن مواقع الاتصال مما زاد الغموضة بشأن مصير الطائرة التابعة للشركة الإسبانية سوفت اير بتاقمها الإسبانية الجنسية التي اكترتها الخطوط الجوية الجزائرية لتأمين رحلة بين وقادوغو والجزائر العاصمة يعني الطائرة الجزائرية أنس كانت تقل أكثر من مائة وستة عشر راكبا على ما يبدو من بينهم عرب وأوروبيون كذلك نعم حسن فبحسب بيانات رسمية فإن قائمة ركب الطائرة تضم أسماء بواحد وخمسين فرنسيا وأربعة وعشرين راكبا من بوركينفاسو وثمانية راكبين لبنانيين وأربعة جزائريين واثنين من لوكسنبورغ وركبا واحدا من كل من بلجيكا وسويسرا والنيجيريا والكاميرون وأوكرانيا ورومانيا وقال مسؤولون لبنانيون إن هناك عشرين لبنانيا على الأقل ضمن ركب الطائرة فيما قالت متحدثة باسم نقابة الطيارين الإسبان إن أفراد الطاقم الستة من إسبانيا فضلا عن أشخاص آخرين لم يتم بعد التعرف على جنسيتهم أنس الرئيس المالي بدوري حدد مكان تحطم الطائرة الجزائرية وهناك أنباء تفيد بأن الطائرة طلبت تغيير مسارها نعم حسان فقد قال رئيس المالي إنه أمكن رصد حطام طائرة ركاب الجزائرية في المنطقة الصحراوية في شمال بلاده بعد ساعات من الإعلان عن اختفاء الطائرة ولم يتضح بعد بصورة حاسمة ما قد يكون حدثا للطائرة لكن وزير النقل في بوركينفاسو جون بارتين دراغو قال إن الطائرة طلبت تغيير المسار في الساعة الواحدة وثمانية وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش بسبب عاصفة رملية قوية في المنطقة وتقول سلطة الطيران في بوركينفاسو إنها سلمت زمام مراقبة الرحلة إلى برج المراقبة في نيامي فينيجر في الساعة الواحدة وثمانية وثلاثين صباحا بتوقيت جرينيتش وقالت إن الاتصال الأخير مع الرحلة جرى بعد الساعة الثالثة والنصص صباحا بتوقيت جرينيتش أنس كانت هناك تعبئة خاصة من العديد من الدول خاصة فرنسا التي أرسلت طائرتين من طراز ميراج للبحث عن الطائرة الجزائرية المفكولة صحيح حسان فقد ذكرت مصادر أمنية أن الجيش الفرنسي يقود البحث في المنطقة الوعرة التي تعد معقلة لمتمردية طوارق الانفصاليين في مالي وقامت طائرة ميراج فرنسيتان بطلعات متواصلة في المنطقة الصحراوية الواسعة في جمال مالي للعثور على الطائرة التي كانت تقل 51 مواطنا فرنسيا وأعد هذا الحادث إلى الأدهان صور تحطم طائرة عسكرية جزائرية من طراز سي 130 قبل ستة أشهر في أم البواقي شرق العاصمة الجزائرية وأخرى في البليد جنوب العاصمة عام 2007 قبلها في تمنراست في جنوب الجزائر عندما تحطمت طائرة مدنية جزائرية سنة 2003 شكرا على انتباهكم إليك حفظا شكرا جزيلا لك زميلي محمد أنس طموح على هذه التوضيحات